فكتب لأحد الأخوان ينتقدني أو يأخذ عليه ملاحظات وبمنتهى بالحقيقة الأدب والاحترام والتقدير أنا أعنقلكم رسالته وطبعاً تم تبادل أدة رسائل بيني وبينه وإلى أن كتب هذه الرسالة قدم فيه تعريف جديد لأهل السنة أنه منهم أهل السنة فقال لماذا تظلم الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وأهل السنة عموماً وأيضاً قال أشهد الله أني أحبكم في الله ولكن ذلك يحتم علي لفت نظركم الكريم على وجود مغالطات واضحة لديكم تدل على وجود أفكار مسبقة قوية أنتوا يتهمني إلي أو يأخذ علي الحقيقة أني عندي أفكار مسبقة ضد أهل السنة وأنا لا أرى ذلك حقيقة يقول وجدت لكم تعريفاً لأهل السنة والجماعة ذكرتم فيه رأي الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ولكم كلام يتردد في الإنكار على أهل السنة ما نسبتم لهم من تقديس للأئمة وسلاطين المسبدين السؤال من منح الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم رحمهم الله سلطة التشريع هل هم مصدر من مصادر التشريع لأهل السنة هل يعترف أهل السنة بأي عالم محدد كمصدر للتشريع ويعطونه بحد ذاته حجية الاتباع وكون رأيه هو المعروف لهم مهما بلغت درجته لنستطيع بعدالة فهم من هم أهل السنة ولإعطاء التعريف المناسب الذي من العدل والإنصاف أن يكون شاملا لكل مذاهبهم يجب أن نذهب للأصول ومصادر التشريع عندهم والمشتركات التي يقربها جميع ألمائهم هو بالحقيقة هو يقدم رؤية جدا رائعة عن أهل السنة يعني في نظره بالحقيقة فيقول أولا أصول الاعتقاد واحد الأصل الأول هو القرآن الكريم وفهمه بلغة العرب وقت نزوله وبما صح سندا ومثلا من أسباب نزوله وفهم النبي وفهم عموم الصحابة له اثنين الأصل الثاني السنة الصحيحة سندا والسليمة مثلا من الألن ثلاثة الأصول الأخرى هي ما دل عليه هذان الأصلان العظيمان لوجوب الاعتقاد هذا هو ما يجمع أهل السنة فقط أو يجمع أهل السنة فقط لا غير طبعا هذا أصل حتى الشيعة حتى الإباضية حتى الزيدية مثلا أيضا يؤمنون بهذين الأصلين هذان الأصلاني مشتركان لدى جميع المسلمين الكتاب والسنة يعني من أورد من العلماء أصلا يريد إكحامه في مفهوم أهل السنة وجب عليه ربط هذا الأصل بما يدل عليه ويثبته من الكتاب وصحيح السنة وإلا فهو يكون مجتهدا أو يكون اجتهادا مردودا على صاحبه كائنا من كان ثم ينتقل هذا الأخ إلى الأدلة النقلية يقول وأسوق لكم الأدلة من كلامي أعلامي أهل السنة ما يثبت أنهم لا يرتكزون إلا على الكتاب والسنة ولا ينزمون أحدا بأي شيء استنبطوه مخالف لذلك أقوال أبي حنيفة أعدت أقوال معظم الأئمة المشهورين عند أهل السنة واحد الأقوال أبو حنيفة النعمان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا ينقل عن ابن عابدين في الحاشية جزواحة صفحة 63 اثنين أيضا قول آخر لأبي حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه يعني ما هو الدليل أيضا ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق جزء 6 صفحة 293 وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وطبعا على الناس أن يأخذوه أيضا ما يجوز إلا يعرفوا الدليل ثلاثة إمام أبو حنيفة يقول إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول فاتركوا قولي الفلاني في الإيقاظ صفحة 50 أقوال الإمام مالك بن أنس واحد إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيه فكل ما وافق الكتاب والسنة فاخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه طبعا هذا يوافق أيضا حديث عن ما مصادق بنفس المعنى هذا ابن عبد البر في الجامع جزء 2 صفحة 32 القول الثاني للإمام مالك بن أنس ليس أحد بعد النبي إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا النبي ابن عبد البر في الجامع 2 صفحة 91 أقوال الإمام الشافعي واحد ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لخلافي ما قلت فالقول ما قال رسول الله وهو قولي تاريخ دمشق لبن عساكر 15 على 1 على 3 سواء عرف شنو يقصد فيها بالضبط اثنين أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله لن يحل له أن يدعها لقول أحد ميسر يأخذ أقوال الناس واجتهاداتهم ويترك قول رسول الله الفلاني صفحة 68 ثلاثة يقول الإمام الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلتوا وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد النووي في المجموع لزواحة صفحة 63 أربعة أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كفيا أو بصيا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8 على 1 خمسة كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند أهل النقل بخلاف ما قلتوا فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي أبو نعيم في الحلية جزء 9 صفحة 107 القول الثالث للإمام الشافعي إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله خلافه خلافه فأعلموا أن عقلي قد ذهب يعني أنا مستحيل أقول هالشيء هالكلام هذا ابن عساكر بسند صحيح ومستعش على عشرة على واحد سبعة كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله خلاف قولي مما يصح ففي حديث النبي فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ابن عساكر في سند صحيح خمسة عشر على تسعة على اثنين وال القول الأخير للإمام الشافعي يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله فهو قولي وإن لم تسمعوه مني وأنا كل شيء من النبي قال أنا أقوله ابن أبي حاسم بثلاثة وتسعين على أربعة وتسعين أقوال الإمام أحمد بن حنبل واحد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وأخذ من حيث أخذوا شوفوا الفتوى عملته من وين جاي من القرآن أخذ بالقرآن من الحديث أخذ الحديث ما تقلد هذا الإنسان ابن القيم في إعلام الموقعين جزء 2 صفحة 302 وفي روايتي نفس الكلام هذا لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي وأصحابه فخذ عن نبي وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير أنت تنظر وقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير في كتاب أبو داود في مساء الإمام أحمد صفحة 276 277 اثنين وقال رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار في الأحاديث يعني ابن عبد البر في الجامع اثنين على مية وتسعة واربعين ثلاثة من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فهو على شفى هلك ابن جوزي في المناقب صفحة 182 هذه استعرض أقوال أئمة أهل السنة الأربعة الذين يقولون بالتمسك بالقرآن والسنة وعدم اعتبار أي فتوى أخرى من الفتاة والعلماء يقولوا لا تقلدونا ثانيا هذا الأخ في رسالته يكتب ردا عليه ويقول من المغالطات ما ذهبتم إليه حضرتكم أن الإمام أحمد وشيخ الإسلام كان يمرران أقائد موروثة من الدولة الأموية أتساءل ما الدافع مع الألم واحد الأمويون انتهى زمانهم وسلطانهم اثنين لا يخفى على باحث مواجهتهما لسلاطين زمانهم فقد ثبت أنهما سجنى وعذبا لإنكارهم على عقائد سلاطين زمانهم ثلاثة حتى عامة الناس وعلماء زمانهم كانت لهم مواجهات معهم ومناظرات وسجالات يعني ما كان يأخذون كلامهم بالمطلق في الحقيقة أنا كنت أعني الأحاديث التي ظهرت في أيام الأمويين واستمرت وصدقوها هنا المشكلة أنا كنت أعني أنه صحيح كانوا تعرضوا للسجن وتعرضوا إلى عذاب وتعديب ولكن الفكر تكون هذا الفكر اللي أنا أسميه الفكر السني أو هم يسموا ولست أنا فقط يعني بني على مجموعة أحاديث صححت في الأهد الأموي ومن جاء بعدهم من أهل الحديث أخذوا بهذه الأحاديث واعتبروها عن رسول جاية وبنوا عليها مواقف هنا المشكلة نحن لا نختلف حول التمسك بالأحاديث ولكن آية أحاديث وهل كل الأحاديث صحيحة أم فيها نقاش حتى التي صححوها يمكن نناقش فيها ولذلك أقول أنه بعض الأراء أو بعض المواقف مبنية على فكر أموي يقول ثالثا الأخ المغالطة الأخيرة يأخذوا عليه ما ذكرتم حضرتكم من أن أهل السنة جعلوا من أصولهم الطاع العمياء وتقديس الحكام وهذا غير صحيح أبداً لأدت أمور أسرجها وأرجو أن تبحثها وتناقض كلامي بمصادر موثوقة واحد لم يكن أحد من علماء السنة المعتبرين الطاعة في معصية أبداً لا لسلطان ولا لغيره وإنما الطاعة محصورة في المعروف فقط اثنين لم يكن أحد أبداً من علماء السنة أن الحاكم المستولي بالقوة والقتل والإرهاب طريقته في الاستيلاء على السلطة شرعية ومبررة وهي طريق مقبولة للوصول إلى السلطة ثلاثة عندما يذكر علماء أهل السنة شروط اختيار الحاكم الشرعي فلن تجد أحداً يختلف على أصول الشورى في الاختيار أربعة عندما يذكر علماء أهل السنة تحريم الخروج على الأمراء المستولين بالقوة ما لم يظهروا كفراً بواحاً فإنما يذهبون إلى ذلك لمصلحة حقيقية وليست وهمية وهي تجنيب المسلمين القتل والفرقة والفتن التي لا شك بوقوعها عند خروجهم ولهم سلف في موقف أثمان رضي الله عنه عندما رفض مواجهة المحتجين عليه بالقوة ليأخذ السلطة بغير حق وفضل الموت على أن يرفع سيفاً على مسلم هنا يمكن شوية مشتبه بالأرقام خمسة عندما يذكر العلماء المتقدمون في توصيف أهل السنة تحريم الخروج على الحاكم فهم يذكرون ما ميزهم عن غيرهم من الفرق ويذكرون أمراً وقع وحدث لهم وكان أصلاً لتمييزهم بهذه الفتوى الخاصة بهم والتي تخص الظروف السياسية التي عاشوها ستة هل يوجد إجماع أو هل هو من أصول أهل السنة تحريم تغيير الحاكم الفاسد إذا قدرنا على ذلك من غير سفك دماء أو مخاطرة هذا هو السؤال الحقيقي والموضوع والإجابة أتركها لكم في الحقيقة أتركها أتركها اشتركوا في القناة